خطوات مؤلمة في مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة 17 صفحة لخطة يقول رئيس الحكومة إنها إنقاذية الخطة وفق تسريبات نشرتها وكالة رويترز تركز على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل النقص الحادل في الدولار الأمريكي وارتفاع الأسعار مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية الخطة تشمل خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف مع حماية أموال صغار المودعين خفض الدين العام أيضا على قائمة الخطوات الضرورية لتجنب انهيار لبنان كما ورد في المسودة مشروع البيان ينطوي أيضا على إجراءات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية ومكافحة التهريب وهو يتحدث أيضا عن تعهد بتخفيض النفقات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام كما يؤكد البيان حق المقاومة في وجه إسرائيل واعتماد سياسة النأي بالنفس عن السياسات التي تخل بالعلاقات العربية هذا وتشير المسودة إلى أعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية من دون أي ذكر لانتخابات مبكرة كما يطالب المحتجون والناشطون في لبنان اللجنة الوزارية وافقت على مسودة البيان وبقي أمام الحكومة الحصول على ثقة البرلمان غير أن المراقبين يشككون بقدرة هذه الحكومة الجديدة على إنقاذ البلاد فهي ولو أن رئيسها يسر على وصفها بالمستقلة أتت بدعم من حزب الله وانبثاقا من النخبة الحاكمة التي يتظاهر ضدها اللبنانيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر متهمين إياها بالفساد وهدر المال العام على مدى سنوات طويلة